أعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة في الله يقول تعالى في محكم تنزيله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلهاً واحداً إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشتكون فيا إخوة في الله موضوعنا اليوم هو التوحيد الله تعالى فيا معاشر المسلمين التوحيد أول شيء بدأت به الرسل أقوامها فأول شيء ما بدأ به الرسل كان دعوة من التوحيد نعم يا إخوة في الله فما من نبي أرسل أرسل إلى قومه إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الأصل الأصيل الذي أرسل الله به رسل وأنزل به كتب نعم وشرع لأجله شرائع من أجلها نصب الموازين ووضعت الدواوين وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين أتقياء وفجار أشقياء وقامت سوق الجنة والنار نعم يا إخوة في الله فهذا هو التوحيد توحيد الله تعالى في العبادات وأخذ الله بها الميثاق وأخذ الله بها الميثاق على الناس يوم خلقهم يقول تعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ من ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ فيا إخوة في الله يقول تعالى في هذه الآية وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ من ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أي أخرج من أصلابهم من ذُرِّيَّتِهِمْ وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرناً بعد قرن وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم وأشهدهم على أنفسهم ألستُ بربِّكم؟ أي قررهم بإثبات ذلك بإثبات ربُبيته بما أردته في فطرهم من الإقرار بأنه ربُّهم وخالِقُهم أقررهم بهذا الأمر بتوحيده سبحانه وتعالى بأنه ربُّهم وخالِقُهم ومليكُهم أقررهم على ذلك قالوا بَلَا قَدْ أَقْرَرْنَا بِذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تعَالَى فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَى الدِّينِ الْحَنِيفُ الْقَيِّمُ فَطَرَهُمْ عَلَى الدِّينُ الْحَنِيفَ الْقَيِّمُ فكلُّ أحدٍ فهو مفطورٌ على ذلك ولكن الفطرة ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة فالفطرة التي تغير هذا الرجل هذا الإنسان ويؤدي إلى عقيدةٍ فاسدة وقد يؤدي إلى شرك بالله تعالى كما يقول عليه الصلاة والسلام في حديث يقول كل مولودٍ يُلَد على الفطرة فإما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فهذه الفطرة قد يُبدِّلُّه إلى عقيدةٍ فاسدة نعم ولهذا قالوا بلى شهدنا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي إنما أمتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم فالله تعالى أشهدهم على أنفسهم فكلُّ بني آدم قد أشهده الله سبحانه وتعالى على وحدانيته وربيته إنها كلمة الإسلام فالتوحيد كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وهي كلمة التقوى والإخلاص والعروة الوثقى الباقية والأهد الأساس والمفتاح الذي يدخل منه في الدين يدخل الإنسان في الدين وبها تكون النجاة من الكفر والنار إذا ما إذا ما وحدت الله تعالى ستنجيك من النار ستنجيك من الكفر إلى الإيمان من قالها عصم دمه وماله وحسابه على الله تعالى فإن كان مؤمناً بها من قلبه كان نجا من النار في الآخرة ودخل الجنة نعم يا إخوة في الله والله نحن بحاجة ماسى إلى أن نجدد إيماننا بين حين وأخرى حتى حتى نقوي إيماننا بالله تعالى بتوحيده سبحانه وتعالى والله الذي ليس لديه توحيد ليس له توحيد لا يعرف لذة العبادة لا يعرف لذة العبادة لأن التوحيد يقربك إلى الله تعالى لأن التوحيد تعرف معنى لا إله إلا الله وتعرف لمن تصلي ولمن تزكي ولمن تصوم ولمن تحج فالذي لا يعرف التوحيد لا يعرف الله تعالى لا يعرفه سبحانه وتعالى لأن الإنسان يجب عليه أن يعرف التوحيد توحيد الله تعالى فالعبادات يقول صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى وهي ركن الحصين الذي تبدأ به المسيرة مع الله تعالى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تأملوا يا إخوتي في الله هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذب جبل فهذه أكبر عبرة وأكبر درس يؤخذ من هذا الحديث حتى نبدأ بما بدأ به الأنبياء والرسل بما بدأ به الصحابة كان منهجم هكذا فليس كأمثالنا عندما ندعو أحد إلى الإسلام أو إلى التوحيد قبل كل شيء ندعوه إلى أمور إلى أمور قد يخالف الشرع فقبل كل شيء فعليك أن تدعوه إلى التوحيد الله سبحانه وتعالى فلنرى ماذا يقول المعاذب الجبل رضي الله عنه وارضاه فالنبي عليه الصلاة والسلام حين بعثه إلى اليمن معلما ومرشدا وحاكما فمعاذ بن جبل كان فقيها فالنبي عليه الصلاة والسلام أختاره لأنه يعلم من يبعث إلى اليمن فبعثه إلى اليمن معلما ومرشدا وحاكما إنك ستأتي قوما يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهد أن لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك فإذا أكملت هذه الركن العظيم والأصل الأصيل والأساس فإنهم أطاعوا لك ماذا يقول له ماذا يقول له يقول له فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم إن الله أن الله تعالى قد فرض خمس صلوات قد فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك سبحان الله كيف هذا المنهج كيف من عظمتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ فيقول له فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك ننظر يا إخوتي في الله إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للناس فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب والحديث متفق عليه نعم يا إخوتي في الله والله يا إخوتي في الله نحن محتاجون كما قلنا بين حين وأخرى بين فتة وأخرى حتى نقوي إيماننا بالتوحيد حتى نقوي إيماننا بالتوحيد الله سبحانه وتعالى في العبادات في المعاملات في كل شيء فنسأل الله تعالى أن يحينا على التوحيد ويميتنا عليه سبحانه وتعالى فنسأل سبحانه وتعالى أن يميتنا عليه ويبعثنا على التوحيد والله سبحانه وتعالى أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين خوشتوستان وبرجزان ينبه إلى عبادة لا يمكن أن تكون بابت محمد الجرد ويبابتك وفي تحييد يكتب رسطيني خدا يقول ويحبا بسناكاتك الصحابة كانت لأنك تخصبت في أغنبالي خدا عليه صلاة والسلام فرميا يا رسول الله هل تخطط النساء Cobasg سوف اقول لكم يقول لكم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَعْبُدُونَ هرس بيغم لكم أنه يكبر بو قومك إِلَّا وَحِي مَنْ بَيْدَا قِرْتُوهَ كَوَا أَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا أَنَّا فَعْبُدُونَ وَمَا أُمِيرُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَا وَاحِدًا إن للحضور شارجة إن شمعات them خده The Lord will be here وَجِنَّيُدُونَ وَأَنَّهُ لَا أَنَّا فَاعُولُوا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَحِي مَنْ بِالَلَوَانِ وَاَنَّا إِلَّا إِلَّا لِمَّا وَأَنَّا فَاوَرَدْا قَرِ Set, 1.2.1.1.2.2.2.2 فَاورَحَرَتُ إِلَّا قَلْءٍ فَاورَخَلَتُوا لِيَعْبُدُونَ فأنت تتبعه فقط الله فأنت تتبعه فأنت تتبعه فأنت تتبعه الله فأنت تبعه أو خالق أو رازق أو مران وأنه لا يوجد ايها هذا ما يقوله فأنت تبعه فأنت تبعه فأنت تتبعه وحشه خطوان فأنت تبعه فعجبه وقوام وقوام فأنت ترى فأنت تترى فأنت تبعه هذه قوام تقوله معلومات رائعة ما هي الحقوق على المدينة كذلك؟ الألعابية لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنكم نرى ما هي نرى اللعودة نتخبرك و كل من الأصول مرة أمام وكذلك وأنها تزول آن و كما أرى التوحيد و لأنها أرجونا قد يتسيرها أمر لا يتسيرها لا يتسيرها و كلها تتسيرك تتسيرك المسلمين لديهم لماذا جاءتون هنا؟ و كلها تتسيرك 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 بحساب والكتاب لقد أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم كانت أخذ ربك من أدام عليه السلام؟ أو كانت بفرماني خداي قورا بقدرت خداي قورا هرشي هرشي أوانيك وازورتكان هيا لبشتي آدم عليه السلام زندويا ركردا وهروها بأيماني اليانور قرت بأني فرمو ألستو بربكم آيامن فردقاري إيمان إيونيم؟ وقالوا بلا شهيدنا والله إلا شاهدين بروردقار لأنك تبقى بروردقاري إيميت تبقى خالقي إيميت قالوا بلا شهيدنا أنت قولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين بل رجل قيامتك سيكاري نكات وقالوا بلا شهيد 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 أو بلا شهيد لقاتي فترة وقد قلت الله فرمان عليه الصلاة والسلام هم من ذلك لا يوجد بالمشارة اصدقائه في الطالب لم يجد انه الحياة اصدقائه في نخلق لم يكن ليس في طالب آسماة هل يوجد الآسماة لا يوجد أصدقائه في الطالب قاعدنا كيف حقاً؟ في يهوديات نصرانيات مجلسيات في عقل فرستية أو جوضاً لقد و simultان bullet في التصم мнيني فترة طويلة فترة طويلة الفرقة والسليمة ولكن المصدق بالي أن هذه وهذه من المدينة وهذه من الضروري ناشيايсь في الوقت من الضروري أن يتصغطي في الوقت أو جوضاً لا تصمد وهذا قد أخبر طوحيد او كلمة اسلامة او تي اسلامة وهروها كليل اسلامة ما نبراك عنام نقل اوش دا كلمة توحيد خويلة تقوى وإخلاص وهروها او كرياية كإنسان مسلمان ازغاري دكات برو ازغاري دايبات برو خوشحالي دايبات وهروها او پايمان وباليانيكوا لسر بنمايكي أساسي بطاو دا مزراوة وهروها او كليليةكوا انسان سرفراس باختورد اكات وبها تكون النجاة مؤمناً وهروها دا بيت رزقار كريك لچي كاتك ايمان دينيتو ناو دريداد روز دا بيت رزقار اكات لآقرد وزخ برو بحش ديبان وبرين دايبات براك عنام او توحيد خواهي قوليها والله خوش وإسان وبرزان او انساني مسلمان او توحيد نزاني بجواني والله لازدناك على عبادت لازدناك على جتعات رأساً يجبه خواهي قوليها والله اون دا نازانيكوا الله جل جلاله بسرتها مراقبة اقائي ليتا بوهر شوري تاوان انجام بدي بيداكي تواعلي فروردقاري اقائي لمنها يا كاته انساني موحد او هابو او هازانيكوا بروردقار بسنوط اقائي ليتا او كانت تاوان انجام مادات ظلمناكا تعداناكا بوهر شوري بيغمري خدا فرمي عليه الصلاة والسلام فإن الله قد حرم على النار فدائي قورا حرامي كرد والأسر آغريد والزغ بوكي كسي قبل من قال لا إله إلا الله توحيدا لا إله إلا الله إلا الله بلالله مرجع كده نعوى افرميكي يبتغي بذلك وجه الله لابنه خدا بيت لابنه الله بيت اخلاصي هبير او كانت خداي قورا حرامي كرد والأسر آغريد والزغ بوكي سبستويني سبحان الله مجدئك براكانم مجدئك مجدئك بوكي ساني كوا إخلاصي لان لا إله إلا الله تيقلني لما انا اقرشتنا او كانت مجدئك وفي الامر يجب الانو فقط بمطاع الانو! ترسل مرحباً في نفس المدنة الذي تطوّد dollars تمام اتشاره استرسل الظكاة and temptation هذا هو التوحيد هنالكenessر ستقرت عن تحمل الناس لذلك لذلك بمعرفة الانو تدريب مغم بمتادر لذلك يجب سيجب و تدريبين وعندما يجب أن يكون قيداً أبناء هي تلحيدة تلحيدة الله وعندما أخبر الله وعندما أقول إنه حديث أكثر من المشتار وكذلك أخبر الله أخبر الله وعندما أخبره ورغبت مجرد بريفا ايديا يكشل ونأويك وبوتي معاذي هالبجارد معاذي كل جبال فقيه فقيهم ومتبو ايزاني شهد داتشانكات شهد اختياركات كسي كواز عنايا علمي هيا اوي هالبجارد جي بيوت فرمي هاي معاذ رضاو رحمتي اخواني يا بيت توأتشيبوا لهي قوميك او قوم اخوان اهل كتاب ايو هيا ايو هيا بrente اهالبجارك اصنع خالقك اصنع ان اخداء كان خده اصنع ان اخداء كان ايو هيا تأني اعجاب�� كواز عنايا فرمي هاي معاذ شهد م Teams اصنع ايو هيا يعني هكو ومتبس يكن أول ما تدعوهم إليه يكن بشرك دس بأكيد كبان قوازي أو قوما أكيد فرمي يشهد أن لا إله إلا الله فدعوهم إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله كالشاية ابن كخداء تاكو تنهاية فرمي وأن محمد رسول الله وهروى محمد عليه الصلاة والسلام من أن يعرف姐ث كهدا من أن يُجحبه كان للمداد تطور فإنهم أطاعوا لك قد تطور الذي يجرب الأكل يصاب أنك فإنهم أومان أ Hurو ك مزمل أنهم أدخل لا يعتقد أن تفرغوه أم Gaza فإنهم أطاعوا لك عندما يتصبح في قصة يقولون الله يقولون الزكاة كان مالاً كانت مالاً كانت مالاً كانت زكاة كيف يبدأ؟ كانت فقيراً ما يقولون ما يقولون أنه كانت يقولون ما يقولون والله صلى الله عليه وسلم لأن الدين الدين عظيم لا يوجد نشطة إلا ومن بيان كردوه دين أخوة المعجزة والله براكنا لا يوجد نشطة إلا فيما نراجعين فرموكي هذه معاذ هذه معاذة هذه معاذة هذه معاذة صلى الله عليه وسلم والله فرموكي ورحمتك ورحمتكم ومجد وإياك كرائم وأمالهم نكي نكير فرموكي واتقي دعوة المظلوم هذه المعاذة تتعلم تتعلم لدعاء مظلوم لن يتعلم تتعلم فإنه ليس بينه و بين الله حجاب يعني هناك أخي في المرد حجاب ليس هناك لا يتعلم لن يتعلم فإنه يستعلم هذا المظلوم هذا المعاذ لا يتعلم لا يتعلم لا يتعلم لا يتعلم لا يتعلم لا يتعلم اللهم إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إننا نسألك بإسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تغفرنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدعنا في بقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجده ولا دينًا إلا قضيته ولا مبتلًا إلا عافيته ولا أسيرًا إلا رددته اللهم لا مريضًا إلا شافيته ولا ميتًا إلا رحمتًا ولا حاجةً من حوائز الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا عكت لنا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله والصحاب الأجمعين يا أيها الذين آمنوا إذا نودِيَني الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البنيع ذلكم خيرًا لكم إن كنتم تعلمون